بينما أنا أفتقر للبنى التحتية اليوم أنا أول مطرة اليوم من أول مطرة فاضت الشوارع يعني شفت مطقت سيد اسماعيل هل الحل أنا إذا أكون عندي مشروع مجاري منجز الحل العفو ست وجدان الحل أنا أجيب سيارات حوضية تسحب الشوارع لعد آني ليش منفذ مشروع مجاري بمليارات الدنانير أو أجيب سيارة حوضية تسحب الشوارع وين هذه المشاريع؟ إذن ليش المشاريع اليوم تتنفذ خلافاً للمواصفات يعني اليوم إذا نتكلم ما يحصل بالمحافظة بالفعل سيارة النائب هي مباشرة سريعة مثلاً اليوم هذا الشارع الطويل المدخل ليش دا نقول إنه تنفذ بطرق تتخصص إلها أموال وتحجز أيضاً أموال إلها ويتم الحديث بأيضاً بلغة الأرقام مثل ما ذكرت هاي مخصصة إلها مليار بعدين تندرج في قائمة المشاريع قيد الإنجاز بأرقام وهمية وحقيقية نعم ست وجدان أنا اليوم المشكلة عندي بكربلة الشركات الرصينة المقاولين الجيدين حقيقة ماذا يعملون في هذه المحافظة اليوم أنا معتمد مثلاً أنا في قضاء الهندية عندي شركتين إلى ثلاث شركة تشتغل بأسماء أكثر من أسماء الإحالات تكون مباشرة عن طريق المحافظة خلافاً لقانون الإحالة والمشاريع طبعاً الإعلان عن المشروع يكون جداً قصير بحيث أنا التقيت بعدة مقاولين يقول إحنا أصلاً ما نلحق على الإحالة من تنحال أو ينعلن المشروع يكون الإحالة مباشرة على شركات معينة هذه الشركات طرق الإحالة معروفة في كربلة شون تنحال على هذه الشركات شلان يعني تنحال؟ كل المشاريع تقريباً كل المشاريع بها 10% هذه العشرة بالمية تنصرف بعد أن يكمل المشروع تقدم الشركة على كشوفات إضافية أنا اليوم مثلاً عندي البارحة أنا مشروع في قضاءة جدول الغربي اللي هو شوارع تأهيل 33 شارع في قضاءة جدول الغربي هذا قيمته 5 مليار أنا البارحة طال على المشروع المشروع مهدم حقيقة يعني ديش خابرت المهندس المقيم يا بتعال شوف هذا المشروع الشركة طالبة يعني رغم التلكه بالمشاريع ورغم رداءة التنفيذ إلا أن الشركة طالبة كشف إضافي بمليارين يعني أنا وين ما أعرف يعني هذا يعني دي نتكلم هذه الشركة المحلية هي شركة القرناص أعتقد يعني وضعت بقائمة اللائحة السوداء نعم هي نفسها الشركة طيب ست وجدان أنا كنت مدير دائرة وأعرف الشركات اللي انوضعت بالقائمة السوداء هذه كل أغلب الشركات اللي انوضعت بالقائمة السوداء قبل 2019 اليوم عادت وده تعمل زين لحد الآن أنا عندي هذه مدارس عندي خمس مدارس من 2013 وحدة منعدها في الحسينية اثنين في المركز اثنين بالحر نفس الشركة اللي هي ما اخذتها شركة شعاع ميسان ما اخذها هذه خمس مدارس متوقفة وموجهي لها انذار من 2013 تسوي الكتب طبعا احنا كأعضاء مجلس نواب وجهنا كتب يعني واداء ردنا نأدي الدور الرقابي حقيقة اصطدمنا بعدم بعدم الإجابة عن الكتب مالتنا حقيقة وكانت إجابات تسويفية جدا تسويفية ما أبد ما يعني ما نجاوبكم عليها السياة النائل ما زودنا بأي كشف أو أي مشروع زين اشتركوا في القناة